وينضم إلينا من تونس الدكتور منذر ثابت الأكاديمي والمحلل والسياسي سيد ثابت زيارة هي الأولى لإسبر منذ توليه حقيبة الدفاع إلى إفريقيا ما الهدف من هذه الزيارة ودلالاتها في هذا التوقيت؟ واضحاً سيد وزير الدفاع الأمريكي في زيارته يثبت السياسات الأمريكية في أولاً معالجة أقول معالجة ظاهرة الإرهاب والتعاتي معها باعتبار أنها ظاهرة مركبة تمثل أمن القوم الأمريكي منذ 11 سبتمبر ولا يزال الهاجس يشغل البيت الأبيض والبنتاجون يعني المؤسسات التي تشكل العمارة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا يدفع نحو حضور عسكري مباشر في إفريقيا أو في آسيا أو أيضاً في أوروبا هل تحاول هنا الولايات المتحدة دكتور موندر من خلال تلك الجولة المغربية استعادت دورها بعد تراجع ملأه ربما خصومها الدوليين خاصة في منطقة الساحل والصحراء بكل تأكيد بكل تأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تلاحظ تخبط فرنسا في مالي مثلاً وفي منطقة جنوب الساحل والصحراء وفي المنطقة العربية أيضاً فرنسا لم تنجح إلى حد الآن لا على الجبهة السورية ولم تنجح أيضاً في الملف الليبي وعليه الخطر الدهم في تقدير الإدارة الأمريكية هو إمكانية الاختراق الروسي هذا هو الخط الأحمر الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى درء مخاطره وبالتالي هي تسعى إلى طمأنة الحليف الاستراتيجي مثل تونس وأيضاً إلى نيل موافقة الجزائر حول إمكانية حضور عسكري وإن كان هذا الحضور بصفة سالسة من خلال دعم التعاون من خلال الدفع بعدد من الخبراء إلى المنطقة والمشروع الجديد القديم بالنسبة للإدارة الأمريكية تعلق بحضور أو إيجاد منصة لحضور أفريكام في المنطقة قاعدة لوجستية لمراقبة تحركات الجماعات الإرهابية هل يمكن أن تتحول هذه القاعدة اللوجستية إلى قاعدة عسكرية في المستقبل خاصة مع توقيع اتفاق التعاون العسكري اليوم وهل هذا الاتفاق فقط للتدريب أم للقتال ربما لا هذا بالطبع في التكتيك الأمريكي الإقناع يتم على مراحل مبدئياً التأكيد على جودة العلاقات في لحظة ثانية التأكيد من خلال أحداث عرضية قد تحصل بتدبير بالطبع من المخابرات الأمريكية وهذا يدفع إلى قبول الشريك بأن يكون الحضور العسكري بمناسبة عمليات خاطفة وهذا بكل تأكيد يتم أيضاً في سياق قناعة تكون راسخة بأن الحضور اللوجستي حضور الرقابة هو جزء لا يتجازى من الأمن المشترك ومن استقرار بلد الشريك للولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه الآن الأمر سابق لأوانيه لكن ما ورد في نص البيان الختامي هو التأكيد على أن تونس شريك غير عضو في حلف الناتو هذا في حد ذاته يؤكد أنه ثم تم مرحلة جديدة من مراحل التعاون العسكري والأمني بين تونس وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأن هذا التعاون سيشهد بكل تأكيد تطور في مستوى طبيعة الحضور في مستوى الدعم اللوجستي في مستوى أيضاً الدعم يعني المالي في علاقة بالتجهيزات العسكرية هذا أمر يمكن أن نقول بأنه شبه متأكد عدى مسألة قاعدة عسكرية مباشرة هذا أمر غير مطروح بالنسبة للقيادة التونسية وتأكيد الرئيس خيس سعيد بأن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسياً هو رفض غير مباشر إنشاتي لحضور عسكري مباشر قد يكون حضور بمناسبة حدث ما لكن مؤقت ومحدود زمنياً دكتور منذر ثابت الأكاديمي والمحلل السياسي شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر